منذكركم برقمنا 04444444 موضوعنا اليوم أكيد عن الوقاية وكمانا بخص الأشخاصي اللي عندن سرطان الثدي أو عم يتعلجوا كمانا مجرور راندون هاي كيف اكتنا ماشي الحال بنضوي كتير على كتير الموضيع ومنا التغذي هلأ كمان الفخرة اللي قبلنا كنت عمقلنا كمانا كنا بيحقا على الأكل صح شغلة كتير عم فكر فيها وعطيتم فكرة إذا فيها تبنتحقق يعني أقدر ساعدهم فيها كمان كتير حلوة عزيم تقدر تفيد الكل من خلال الأكل بتفيد الأشخاص اللي هن بحاجة لا يأكلوا والفكرة اللي أعطيتم إيها بتفيد الأشخاص اللي بحاجة لا يعملوا رجيم فهون كمان بنكون جمعنا شغلتين سوا وكمان هيدا الشهر الوقاية ضد مرض سرطان الثدي وبنعرف نحن الأعداد كتير كبيرة الموجودة وكنت عم مخبر نباري حتينا أنه أهمة 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 شغلة هو الحفاظ على الوزن اللي هو الوزن يكون مؤشر سمنة يعني بين 18 و 25 الامرأة اللي عندها وزن زياد كتير مهم أننا تنزلوا عندنا مرحلتين خطر أنه يكون يزيد فيون الوزن مرحلة البلوغ عند البنت فهون بدنا نتبه كتير على بناتنا ومرحلة المنوبوز هون بدنا نتبه كتير على حالنا نعم وقتها تنصح الامرأة بهالوقت بتنصح ميلة بطنة فكمان هيدا شي خطر زيادة بيكون هول الفات سيلز كلما كانوا موجودين كلما الهرمونات رح تتغير بالجسم الأستروجين اللي هو مئزة رح يكون عم بيزيد وهيدا شي رح يقزي لي هو معرض أو لي هي معرضة لسرطان أستدي نعم اليوم كمان رح أحكي كنت عم قول أنه فإذا تخفيف الدهنيات حتى نحن نحافظ على جسمنا شغلة كتير مهمة نعم منخفف دهنيات أكيد أكيد دهنيات اللي أول شي لازم نخففها هي الدهنيات المشبعة يعني وقتها أنا نحكي على الدهنيات الدهن اللي هو كنا نبرحق لنا عن اللحمة المدهنة الدجاج اللي هو فخد الدجاج أو الجلدة بس كمان ما ننسى نحن في دهنيات مخبية اللي هي بالأجبان هون وقتها بدي خفيف الدهن مضبوط بهالوضع مش عم قول أنا بس ريجيم بوضع تخفيف الدهن بدي خفيفه من الأجبان من الحليب بدي أخذ حليب أو قليل الدسم واللبن أو قليل الدسم أو بدون دسم يعني كل شيء مصدر حيواني فينا نقول المصدر الحيواني هلأ دهون من مصدر حيواني هذا واحد بس الشغلة الثانية فينا فيه أنا أكل مصدر نبيتي لنقول اللي في عنا كوسة أو باتنجينة أو أرنبيت وأنا قليون فرجانا كمان الألي هو مضر بعد أكتر من المصدر الحيواني فكمان عنا خبرية الألي هذي خبرية بنا نكون مبتعدين عنها نحن نخد اتصال معنا مايا ألو ألو بونجور بونجور كيفيك مايا سمرا كيفيك تفضلي بدي أسأل إذا سلقنا الخضرة وخاصة البطاطا أفضل نقشرة ولا لأ منغسلة كتير منيح ومنسلقها والخضرة كمان أفضل مثلا جزار الكوسة منقطعو منسلقو ولا لأ مثل ما هي أفضل نا أوكي سؤال كتير حلو والجواب هون هو أكيد لا الأفضل يكون دايما بالقشر كاملي طبعا لأنه هون القشرة عم تحمي شوي من المعادة من أنه تنزل بالماء كل ما نحن قطعنا الخضرة كل ما هي عم تفقد معادن وفايتامينز منها فنحن وقتنا نعملها كاملة عم نحافظ أكتر على المعادن والفيتامينات بقلبها لحد ما نجي نكلها دايما منحكي على السلق بنقول ما نكتر الماء ما تكون كتير صغيرة والفكرة الأحلى هو أنه هاي دي الماء نكون عم نستعملها بشي تاني يمكن بالشربة يمكن بالرز يمكن بحلة شي تاني فينا نحفظها نحفظها بالفريزر ووقتنا بدنا إيها منستعملها والبديل تاني هو البخار لأنه كمان في كتير خضر نقدر نسويها بالبخار وكتير هايين وتصير على البخار لكن الدهون مشكلة الدهون شغلة مشكلة كبيرة كمان بيجي عندي مرحلة تاني تاني هو كتير أشخاص اللي بيقولوا مظبوط رندن نحنا ما عم نيكل كل هالدهون اللي أنت قلت عنهم بس عم يصير عنا زيادة بالوزن ما كمان نحنا في عنا الدهون الجيد اللي بنحكي عنا بهالمرحلة كمان ما بدنا نزيد بنا بالنتيجة نحنا عم نبتعد عن دهون سيئة لكن كمان اللي بدنا نعمله هو بدنا نضعف فلإنقاذ الوزن بدنا نعمل رياضة وبذكر بالرياضة شغلة كتير مهمة هون وحتى الدهنيات اللي هي دهنيات المنيحة البولي انساتشوريتد فاتس المونو انساتشوريتد بدنا ننكلها بكمية أقل اليوم حبيت كمان هلأ رح أكمل على الكاميكلز بس حبيت فرجيكم كيف شي هو دهني كتير منيح ونحنا دايما مننصح ناكله ولكن هو بيزيد بالوزن كيف أنا في أعمله بطريقة تكون دهنياته أقل أما وحداته الحرارية أقل أنا هون عم بعمل كواكامولي فإذا بالكواكامولي عنده الأفوكادو هذه السيطة بالنص طبعا حطيت له شوية حامل مش نهيك لونة بعد وفرش ومعاسة الكمية الباقي رح حتها أنا وشوف كيف بدنا نعمل هالكواكامولي هذا نص هون هذا نص بدل ما استعمل الأفوكادو كاملة فإذا هذا النص من هذه تقريبا هاي فيها 300 وحدة حرارية فإذا النص صار عندي بس 150 وحدة حرارية نا أوكي هلا طب أنا هاي دي كمية رح تكون قليلة إذا أنا معود أكل حبة كاملة سو شوفي أعمل حتى أعمل أحبة كاملة أعمل شي أخضر هوني شاولك هيدا كوسة أنا فكرتو كمين أبوكا هي هاي دي الفكرة فإذا أنا هوني سلقة هن ثلاثة كوسة صغار فإذا سلقتن وهن نفس التكسشر إذا بتنتبهي نفس اللون مثل أبوكا ها شفت هي زيتا هي زيتا نحتالي رنبا ها شفت هيدا اللي بدي وصله إنه دايما نحنا فينا نحتال على الأكل نكون عم ناكله بطريقة رح تضل طيبة وبنفس الوقت رح تكون أخف فإذا هوني صار عندي كمية كتير كبيرة طعمي صدقوني أبدا أبدا ما رح تغايي أبدا ما رح تغايي أصلا الكوسة ما قاله نكس مصبوط مرح نحصي وجوده كتير مصبوط هلا أنا هادي بس لخبة الخبرية أنا جميلة بحط لبنادورا ومصبوط ايه أطيب وشوية بصل كرمالكن بخليتوا نسكر البصل كرمال الشباب وكرمالك الشباب معواجين فهلا رح نفتحه ونحطه ضغري هوني وطبعا اللي بده يعطيه أكتر نكهة هوني هي النقطة يحملح طبعا والمكسيكين سبايسيز فإزان هوني رح حط مكسيكين سبايسيز هني اللي رح يعطوها اللون والنكهة وهوني كأنه نحنا عم ناكل أفوكادو اللي كوكامولي اللي بنعرفها بأفوكادو لحالح يعني موني وفرنا نص الكالوريز وفرنا نص الكالوريز نص الكالوريز فإزان كتير هيني بعدنا عم ناكل كوسا حلو كتير فكرة الكوسا هي شغلة كمان كتير منيحة كرمال سرطان الثدي صحية هي صحية هي نحنا دايما نطلب زيادة الخضرة والفوكة للنساء اللي هن معرضين أو اللي يتعرضوا لسرطان الثدي فأنا اليوم بلشتها بس أنا بكل حلقة محضرة لهالشهر وشهر الجي بدأ عطي تب صغيرة أقدر غير فيها بطريقة كن عم باكل كميات أقل بدون بدحس الطعمة معنا اتزال ألو ألو بونجور 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 كنت تسمحي عندي السؤال هميوة قالت عمي الموضوع عن البنت في وقت البلوغ نعم بنتي عمرها لأثار 12 سنة وبلغت يعني بهالفترة وعندها مشكلة شوية بطل نعم وعمرة 12 سنة أنا بتحاول النعب اللي بتاكل أوكي بتاكل عنا البارد والسقعة عشان هيك ممكن الولد بيأكل أكثر من لبنان نعم هلأ هي عندها شوية بطلن هلأ حسيتها بها العمر عم تنصح شوي هي بس عم تلاحظي شوية بطلن ولا عم تحسي أنه كل جسمة ناصح عم تحسي أنه جسمة ناصح زيادة عن اللزوم نعم 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 أهمية أنه مش منيح يكون عنديك بطن زائد مش منيح يكون عنديك وزن زيادة مشان هيك طاعي أنا وإنت اللي الأم مع البنت يجو يخططو شي مش ممنوع طاعي أنا ويعطيني رأيك شو فيك تاكل مثلا أوقات نحنا بس ما من غض النظر شوي أنه هيدا فترة ويمكن تكبر منها بس ما فينا نغض النظر كتير تينا لأنه هيدا مسؤوليتنا نحنا بأعمارنا نحنا مسؤولين عن حالنا بس أنت لازم تاخد أكشن 12 سن وقتها تحس أنه البنت عم تستوعب لأنه بتعرفي تينا مشكل هل عم نحكي عن الصبايا بنفس العمر بيستوعب ونفس الشي فكرة الرجيم إذا حسيتها عم تستوعب هيدا وقت نكونوا عم ينظموا فيه إذا لقى الام بدأت تشتغل بدون ما البنت تنتبه يعني مثلا هوني أنا رح أعطي الأكل بدأت تأمنه يعني بالبيت إيه إكزاكلي رح أعطي مثلا أوقات نحنا بنحس أنه خليني اليوم بس أتعشى كاسة لبن وبنقدر نعملها طب لوليد هيدا شي ممكن يحرق صون ما في أنا شي اللي أنا حسيته بعض هالعمر وبعض اختبارات بالأكل هني يقدروا يعملوا هني يقدروا يعملوا بدي أجي معهم بطريقة هني بتريحون وبهيدا العمر بتعرفي تينا هني مشكلتين هي منا أنا منا مشكلة الأكل ولا مرة شفت حدا مرألة عندي على كلينة بهالأعمار مشكلته هي الأكل برسي دايما هي مشكلة السناك لتلقموش الغلط وقلة الرياضة هؤلاء شغلتين لازم نعملون هوني إنو ناخد البنوت الأم تاخد البنت وتروح تمشي معا حتى لو الأم هي تعباني هيدا شي واش بيتنا نعملوا إذا هي مش مسجلة بكلوب أما بشي بالنيدي بنفس الوقت إنو نحنا نأمن الأكل اللي هو أخاف هيدا واش بيتنا مش نحنا مثلا رح أحكي مش عن السناك لنقول بعمل سينية لنقول شي مع لازانيا وبحط فيها كل شي في دسم وبحط فيها كيلو جبنة وودني أقول للبنت انتبهي ما هوني أنا بدي أعرف كيف بدي أعملها بطريقة أخاف وهي لي أنو تكون عم تاكل كاملية كاملية نتسار علو أهلي من معنا؟ ماريان تفضلي ماريان 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 تحب أعرف بس إذا ضيت بضر للكوليسترول سفار البيض نعم قديش الكوليسترول عم نحكي؟ أه.. جنرال عم بحكي أوكي بس خطيش الكوليسترول على الميت على الميت على الميت هوني لأنو الأبحاث لسؤالي بيحكي عن حسب كاملية الكوليسترول هي موجودة بالجسم على كل حال على الأكيد على الأكيد اتنين صفار البيض بالأسبوع ولا ممكن تقذي هو اللي البحث عم بيصير هل بياخد واحد خمسة أو أكتر فإذا الدراسات هلأ عم بتفرجوا حتى من هذه السنة واللي قبلها يعني من قبل إنو البيض ما هو اللي عم يعلي الكوليسترول بالبيضة في كامية كوليسترول عالية ميتين وتمينين تقريبا ميلي جرام اللي هي تقريبا نحنا حاجتنا 300 ميلي جرام بنهار مش أكتر ولكن وقتنا ناكل صفار البيض هايدي الشغلة ما بتخلي الجسم يفرص كوليسترول زيادة فبتعمله شوية فمش معني إذا عم نتناول كوليسترول يعني رح يطلع الكوليسترول بالجسم لا الأخطر منه إنو نتناول ترانس فات والدهنيات المشبعة يعني الأخطر من إن نأكل بيضة هو إكلها مقلية لأنه قلل بيضة هو الخطر الخطر هو أو شيتين مقلية طبعا أحيلا شيتين مقلية والخطر أكتر وقتها أكل ثلاثة أو أربعة بيض بنفس الوقت فهون دايما عندنا الصفاء على الوقع إذا حدم معه كوليسترول أنا من وراء دراستي بقول على الوقع فينا ناكل بيضة والباقي يكون بيض البيضة نعم فإذا ما بنا أخذ كمين اتصال ألو 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 بونجور سامية ألو وي تفضلي صباح الخير أهلا وسهلا أنا من شي ثلاثة أو أربعة أيام كنت أعمل تحكي مثل مع موضوع العضلات التغذية في ابن ابني عمره 12 سنة سيف بقوة لما قام لما يعني صار مشيته مش طبعية اتحسن بس بعده مشيته مش مضبوطة هلا أكله خفيف وبيتأنبر كتير على الأكل ومحترش بدي تعميه بقولي الحكين بك تغي بالك مشان عضلاته لترجع التقوى شو بدي تعميه حتى يقدر يعود هال أنا ما انتبعت شو سأول هو دخل كومة من ورا شو؟ بالتكر سخونة بيه؟ سخونة من ورا سخونة من ورا سخونة أوكي ومن بعدها ضعيف كتير يعني هو جسمه كوازن ضعيف كتير ضعيف نعم فهلأ شوي شوي بده يقوى عضلاته وعم تسأل شو ممكن يأكل كلمين العضل؟ طبعا هلأ هوني هو ما عم يتأمر هيكي هو مش عم يقدر بعد يستوعب كمية كبيرة من الأكل من ما يلي من ما يلي هو بده يتغنش كمان من ورا الشي اللي صار معه فهيدا أشياء نحنا بدنا ناخدها بعين الاعتبار وبدنا نكون عم نمشي معه مثل ما قلنا كمان بطريقة هي تريحه هوني كتير مهم انه يتناول المأكلات اللي بتحتوي بروتينات بروتينات كتير كتير مهمة الولايك بيحبوا ياخدوا شوكولات رح احكي عاشي هيك فينا نجيب البروتين بار بهالمرحلة يعني مش الشوكولات يكون العادي يكون الشوكولات العالي بالبروتينات هيدول موجودين بالفارماسي ودايما بدي أقرأ لانتبه انه عالي بالبروتينات بدي يكون عم بعطيه بما انه هو ممكن ما قاله خلقيه لعويس كتير خاصة اذا كان ضعيف بعده بدي روح البروتينات من ميلة الحليب ومشتقاته والحليب واللبن واللبنة والأجبان كمان هول كتير مهمين لقلو برجع بعدين بحطله دين ممكن عامله شربة يحبه بس حطله بقلبه اللحمة اما حطله بقلبه السمك او حطله بقلبه الجيج هلأ فيكم ما بيحب السمك بيحب التونة ما هي نفس الغذى في اعطي تونة بدل ما اعطيه سمك لكن بدي شوف هو شو عم بحب الاعطيه الاساس هو البروتينات طبعا الاساس التاني هو يكون انا عم قصم الاكل واعطيه الغذى كامل من ناحية الخضراء الفواكي كل شيء ولكن تركيزنا دايما بها الفترة بكون على البروتينات شغلة تاني هو ما قادر يأكل كمية كبيرة فابدي أعطيه كمية صغيرة وقصم له اكله بدي طعمه بالقليلة ست مرات بنهار ومن ننسى هون الدهنيات الجيدة اللي احنا بنحطها بقلب الأكل بلا ما هو ينتبه عنا كم ديئة بعد رندا اذا نرجع لموضوعنا لموضوعنا تينا كثير ناس بتخاف من قضية من قضايا معينة مننا البستيسايدز او للاشياء اللي بنرشن احنا المبيدات مننا انواع من اللحم هلأ هل هي معقول تسبب امراض سرطانية وهون سرطان استدي تبين عنا فيه كم شغلة منا البسفينول البي بي اي اللي هي كانت تنحط على كبيت البلاستيك تبين انه الاشخاص اللي كانوا يشتغلوا بهالمعامل الاشخاص اللي كانوا يشربوا كتير من هالكبيت معقول هنه يكونوا معرضين لأمراض سرطان استدي فهولي لازم يكون عم نبتعد عنهم وبالنتيجة هلأ الاف دي اي عم تعملهم بانين ونحنا عم نشوف كل الكبيت البلاستيك عم يكون مكتوبة عليها بدون هايدي الميكري نعم الستايروفوم كتير شغلة مهمة وبدأ احكي عنا لأنه من فترة مش بعيدة شفت حدا عم نحط كبيت بلاستيك بقلب المايكرويف بكبيت بلاستيك بقلب المايكرويف معقول يدوب منا المواد اللي هي معقول تقزي وهيدي معقول تتصرب الأكل تتصرب الأكل مظبوط تسبب الأمراض نعم هون سرطان استدي المواد اللي هي فيها كتير مواد كيمائية بالأكل نعم فردون مشان هيك نحنا شوفينا نعمل إذا ما قادرين نجيب أورغانيك فود بدنا ناكل الأكل بموسمه بدنا ناكل الكوسية صغيرة مش كبيرة نعم بدنا ناكل الفراز صغيرة مش كبيرة بالموسم هايدي أهم شغل نعمل نعم 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 اللحمة هلا اللحمة نحنا دايما بنخاف مننا بنخاف مننا إذا بتحترق بنخاف مننا إذا فيها كتير دهن لأنه دهنيات مش مليحة بس كان مصدر حيواني بنخاف مننا كمان إذا كانت جاية من مزارة هن عم يعطوا للبوفاين للبقر هورمونات هورمونات معينة بوفاين جروث هورمونز اسمون نعم فانحنا كمان إذا جبناهن لوكل بلدي بلدي انتبهنا أنه هن من محل نظيف موسوط منه كمان هاي بتكون أحسن وأحسن تانكيو راندا مي سي سي رح نخد وقف مشاهدينا وبتجعب تشوفوني بالتبس موسيقى 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 موسيقى